مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى تفاصيل قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتشس إن بلاده مستعدة لتطبيق خارطة الطريق المتعلقة بمنبج شمال سوريا مشيرا إلى أن الوفد التركي والأمريكي الوفدان التركي والأمريكي سيبحثان تنفيذ الخطة المتعلقة بمنبج في اجتماع سيعقد بألمانيا الأسبوع الحالي وأشار ما تسهل أن وزيري خارجية البلدين أقد شمال الأسبوع الماضي حول منبج مضيفا أنه سيتم تسيير دوريات على أطراف منبج وبعدها دوريات مشتركة داخل المدينة محورنا الثاني من تفاصيل سيتضمن أيضا الحديث عن استيلاء الميليشيات الكردية على منازل سياسيين أكراد حيث استولى غناصر ما يعرف بحزب الاتحاد الديمقراطي على منازل قياديين من حزب يكتي بعد طرد عائلتيهما واتهمهما بمساعدة الجيش التركي للاستيلاء على مدينة عفرين كرق مفتوح وجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي لكافة الأعراف والقوانين الدولية ومبادع حقوق الإنسان أقدم مسلحوه هذا الحزب الذي يدعي زور ربهتانا أنه حزب ديمقراطي قبل نحو شهر على استيلاء على منزل القيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني سوريا عبد الحكيم بشار وقبل يومين داهموا منزل شقيقة القيادي في حزب يكتي ورئيس المجلس الوطني الكردي سابقا إبراهيم برو وأيضا على منزل بنقين فؤاد عليكو أبن القياد المعروف في المعارضة وفي حزب يكتي وهذا الانتهاك الفضل يدل على أن هذا الحزب لا يتوانى عن فعل كل ما من شأنه أن يتسبب في تهجير البقية الباقية من الشعب الكردي الذين صمدوا في وجه النظام وعانوا الأمرين على يده نحن في المجلس الوطني الكردي ندين وبشدة تلك الأعمال وخاصة الهجوم والاستيلاء على بيت ابن الأستاذ فؤاد عليكو وشقيقة الأستاذ إبراهيم برو وبيت الدكتور عبد الحكيم بشار تلك الأعمال التخريبية لا تخدم قضية شعبنا ولا تخدم التقارب بين أحزاب الحركة الكردية في سوريا أرحب من جديد بضيفي من واشنطن الدكتور ديفيد بول كبير الباحثين في معهد واشنطن وأرحب بضيفي الذي انضم إلينا من إسطنبول الباحث في مركز إسطنبول للفكرة دكتور باكير أتجان مرحبا بكم من جديد إلى تفاصيل أبدأ مع دكتور باكير أتجان من إسطنبول دكتور باكير نتحدث اليوم عن اتفاق منبج بين الجانبين الأمريكي والتركي كان على الورق هل تم الاتفاق فعليا على خارطة الطريق وأمتى سيبدأ التنفيذ برأيك طبيعي حسب التصريحات الطرفين نرى بأن هناك اتفاق بين الطرفين بين الولايات المتحدة والتركية وهذه الاتفاقية سوف خلال عشرة أيام من بعد الاتفاق سوف تكون لها خارطة الطريق جديدة وأيضا المتابعة على هذه الخارطة بسحب القوات البيا دي الحزب الاتحاد الديموقراطي وأيضا الذين شاركوا في الإدارة لمدينة منبج بالتسلسل مع طبيعي تنسيق أمريكي تركي حول هذا الانسحاب وحول اللجان الجديدة التي سوف تحكم مدينة منبج من بعد الانسحاب ولكن مع كل هذا نرى بأن هذه طبيعي ما زالت قيد التنفيذ لأن الطرفين يقولون بأنهم يريدون تنفيذ هذه الاتفاقية وتركيا تصريحاتها واضحة جدا بأنها تريد أن تسق بالولايات المتحدة في حال تنفيذ هذه الاتفاقية علما بأن هناك إشكاليات في هذه الاتفاقية في بلودها وأيضا ماذا تحتوي هل سوف تختصر على منبج أم سوف تمتد إلى المناطق التابعة الأخرى دكتور بكير بالحديث فقط عن اتفاقية منبج كما فهمته أن إدارة منبج بالحديث فقط عن منبج وهذا الاتفاق كما فهمته وكما كانت المطالبات التركية هو انسحاب الميليشيات الكردية منها سيطرة مشتركة أو حكم مشترك للأتراك والأمريكان على فترة محددة وانتقالية لهذه المدينة ومن ثم تشكيل لجنة من أهالي المنطقة لحكمها ذاتيا هل من نقاط خلاف بين الجانبين حتى اللحظة على هذه النقاط؟ من حيث المنطق لا يوجد أي خلاف ولكن على التطبيق نعم لأن تركيا تقول على هؤلاء الانسحاب تماما من المناطق التي ما زالت موجودة فيها يعني المقصود ليست فقط حزب الاتحاد الديمقراطي الذين تعاونوا معها بشكل ما إن كانوا مدنيين أم عسكريين إن كانوا تحت مسمى حزب الاتحاد الديمقراطي أو تحت مسميات أخرى لأن هذه كما تحاول الولايات المتحدة بدعم منها بين الحين والآخر اللعب بهذه الاتفاقية كما حصلت قبل هذه المرة ربما هذه المرة سوف تطبق ولكن هل سوف تكون التطبيق فعلا كما متفق عليه أم تطرع عليها بعض التغيرات لذلك لابد أن ننتظر الأيام الأخرى والتي هي سوف تصادف بعد العيد مباشرة خمسة أيام بأعتقد وهذه سوف تكون أيضا لقاء في تركيا بين وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية التركي ولكن هذه المرة لن تكون الحديث حول منبج وإنما تكون مواضيع أخرى مهمة بما تهم الدولتين وخاصة في سوريا والشرق الأوسط وأيضا العلاقات السنائية لأنها وصلت إلى مرحلة إلى مستويات مترجعة جدا كانت على وشك الانتهاء نعم دكتور ديفيد اليوم كما قال ويرى الجميع من الطرفين التركي والأمريكي وكل من يراقب ما يحدث من علاقات بين الجانبين أن من بجي مفتاح إعادة العلاقات اليوم بين تركيا والولايات المتحدة بالمقابل هناك طرف ثالث وهو فاعل على الأرض هو الميليشيات والوحدات الكردية نتحدث عن قصة نتحدث عن بيدي عرضنا قبل قليل في تقريرنا إن استمعت إليه يبدو أن هناك حالة من الغضب من أو اللارضاء من قبل تلك الأحزاب والميليشيات يرون أن الولايات المتحدة بشكل أو بآخر نسبيا تخلت عنهم في موضوع منبج وقبلها في عفرين وبدأت اليوم سلسلة من التصرفات التي كانت أرد موجودة باستلاء على أملاك كل من يعارضهم حتى من الأكراد ليس فقط من العرب مصادرة أملاك وأراضي انتهاكات لحقوق الإنسان هل يمكن أن تبقى الولايات المتحدة تضع يدها بيد من هو الوجه الآخر للنظام من خلال التصرفات على الأرض طيب السؤال صعب جدا الحقيقة أنه حسب أنا كما أنا أفهم حسب الموقف الأمريكي الرسمي وبشكل خاص حسب الموقف العسكري الأمريكي المعنى موقف البنتاجون والجنود الأمريكان في المدان أنا أعتقد أنهم لقد قرروا أنه ليس بديل لقوات قصد بنسبة لمواجهة ما يبقى من داعش أو المجموعات الإرهابية الأخرى وهذه النقطة مهمة جدا من ناحية احتواء تحرك النفوذ داعش اليوم في دير الزور في دير الزور نحن نتحدث عن مناطق حدودية مع تركيا في الشمال والشمال الشرقي والغربي يعني بشكل أو بآخر لا يوجد داعش صحيح ولكن هناك إحدمال عودة داعش ونحن للأسف الشديد نحن رأينا في الماضي عودة داعش بالسيارات المفخخة والعمليات الإرهابية الانتهاء الاندحارية وكذا وكذا نحن قد رأينا ذلك من قبل ولذلك من ناحية مواجهة الإرهاب ومن ناحية وأنا أؤكد وأكرر كمان مرة قطع الجسر الباري الإيراني من تهران عبر الإراق وعبر حدود سوريا حتى إلى لبناء بيروت والبحر الأبيض المتوسط وأنا أعتقد أنه هذه القوات حليف أمريكا ونحن أو المسؤولين الأمريكان لا يرون بديل لهذا الحليف لا تركيا لا ميليشيات عربية والحقيقة أنه لذلك أنا أقيم أنه على الرغم من هذه انتهاكات حقوق الإنسان الحزينة والغير المقبولة المرفوضة كلمة وجملة وعلى الرغم من كل ذلك ليس هناك في التقييم الأمريكي الرسمي ليس هناك اللاعب الأبيض مية في المية اللاعب المكامل داخل سوريا ولذلك هناك نعم بالصراحة نعم من القبول غير الملحب بمعنى أن هذا هو الموجود يعني لا يوجد أفضل بنوجه نظر الولايات المتحدة الأمريكية ليكون بديلا طيب وسط الصورة وسط الصورة دكتور بكير دكتور بكير ما يمات مرسه اليوم هذه الأحزاب الكردية في الشمال السوري وصولا إلى القامشلي وربما أيضا استمعت إلى التقرير الذي يتحدث عن مصادرة أملاك أكراد في أحزاب معارضة لما تقوم به البيادة مثل قيادة في حزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا قيادة آخر في ياكتي وغيرهم من العرب والأكراد مصادرة أملاك مصادرة أراضي دون أي انذار وضع اليد عليهم إضافة إلى السجون والمعتقلات وملف التجنيد الإجباري وغيرها إلى أي مدى برأيك يضع تلك الميليشيات وتلك الوحدات في موقف محرج أمام دعم الولايات المتحدة لها على المدى المستقبل أتحدث مستقبلا أولا يجب أن نعرف جيدا الولايات المتحدة هي راعية وصانعة الإرهاب في الشرق الوسط وقاصة في سوريا والعراق والدول المنطقة كلها لذلك هذه تدعي بأن تواجدها لحماية الشعب السوري أو العراقي أو التركي حتى شعوب المنطقة من داعش هي لا تدعي حمايتها للشعب السوري دكتور باكير هي تقول دائما الحجة مرات بأنه هو همس الذين صنعوا داعش الحجة دائما محاربة داعش والإرهاب لذلك ليس من الممكن ليس من الممكن على الولايات المتحدة أن تعمل لصالح شعوب المنطقة وقد أثبتت حزب الاتحاد الديمقراطي التي هي صنيعة الولايات المتحدة هي أداة قتل وإجرام بيد الولايات المتحدة لمكونات الشعب السوري بجميع مكوناته على رأسهم الأكراد هذا الحزب يقتل الأكراد يقتل الترقبان يقتل الشراكس يقتل السوريانيين يقتل العرب يقتل جميع مكونات الشعب لحماية المصالح الأمريكية فقط ودليل على ذلك بأن هذه الخطة هؤلاء الآن ذهبوا إلى دير الزور دير الزور هي من أغلبية عربية ماذا يفعلون سوف يحاربون ويقتلون ويهجرون الشعب العربي المتواجد لكي يتسنى لهم إيجاد خطة جديدة خطة ديفت وصولا إلى ميناء حيفا والتي تهم بالدرجة تقول الولايات المتحدة ودولة إسرائيل لنقل البترول والغاز إلى هذه الدولة اسمح لي هنا بسؤال دكتور باكير إن كنت تسمعوني بتقسيم سوريا إلى دولات يا دكتور باكير ليست فقط سوريا وإنما الأردن وحتى السعودية في الأيام القادمة وصوف النهاية اسمح لي بسؤال بلما نختم بس السياسة الأمريكية هي سياسة خدعة وقتل وتشريد شعوب المنطقة بما تخدم مصالحها فقط بغض النظر تسمعني دكتور باكير شعوب المنطقة وأكبر دليل على ذلك ما تكلم عنه ضيفك الكريم قبل قليل حيث قال نحن نريد المعادات والمواسيق وكل هذه غير مهمة المهم ماذا نفعل لحماية مصالحنا لم يبقى لدي بزيد من الوقت ولا مزيد من الأسئلة دكتور باكير يبدو أنك لا تسمعني على كل الأحوال اسمح لي انتهى وقت البرنامج دكتور باكير لحماية مصالحها في الشرق الأوسط وعلى رأسيا جمهورية وتركيا والعراق والمنطقة كلها شكرا جزيلا لك واسمح لي بالمقاطعة يبدو أنك لا تسمعني انتهى وقت البرنامج شكرا لديفيد دكتور ديفيد بولك أيضا كبير الباحثين في معهد واشنطن كان معنا على مدار الحلقة من واشنطن كل شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة لقاكم غدا في حلقة جديدة من تفاصيل كونوا على الموعد بأمان الله اشتركوا في القناة